السلام عليكم او كاربون الاقراص دياله الكحل هم عبارة عن الفحم النباتي شن هو هاد الفحم النباتي هو واحد النتيجة ديال الحرق ديال بعض اجزاء النباتات بحل الخشاب بحل القشور ديال جوز الهند كي حرقوهم وكيفقدو الماء وكي تكونوا فيهم واحد الماسام يعني واحد تقابيص غارين بزاف تقوب مسامية صغيرة جدا كيقدروها فالعلمات قريبا ملعقة صغيرة من هاد الفحم النباتي تقدر انها تتعالج او لا تكون الفعالية ديالها على واحد المساحة ديال ملعب كورة قدم باكمله فهاد الفحم النباتي اللي كان في او كاربون عنده بزاف ديال الفوائد غاد نعرفوها من خلال هاد الفيديو كيما بلنا مكون من الفحم النباتي شربون فيجيتال بولفيريزي وفي حتى اوراق السنة و جذور الراوند وحتى الكبريت المصافة فهاد الخلاصة كاملة كتخلي من او كاربون دواء يعني فعال جدا في المشاكل ديال المسارن دكشي باش كيمتص السموم البكتيرية يعني قاعدوك السموم اللي كيكونوا في المسارن تقريبا كيمتصهم ما كيخليش الجسم اتآدى بهم كما انه كيقوم بهد الاخراج والاجلاء السريع للسموم اللي كتكون ملتصقة به كتخرج عبر يعني البوراز والتغوط أعزكم الله ايضا ممكن يكون مطهر طفيف للامعاء ومضاد للتشنج يعني دوك الالام اللي كيكونوا شوية في المسارن دواعي الاستعمال دياله سوء وعسر الهضم الناس اللي كيكلوك يحسب كرشهم تقيلة المعددية لهم تقيلة يعني ما كيتمتصش لأكل مزيان انتفاخ البطن بالغازات اللي كيكونوا الغازات بزاف في المسارن وكذلك في القولون العصبي حتى الناس اللي عندهم القولون العصبي يعني كيخفف لهم من ذوك الأعراض وذوك الانتفاخات وذوك الألام ديال القولون العصبي تعفن ميكروبي في الأمعاء اللي كتكون مثلا كليتي شي حاجة ميكروبات وآداتك يعني حسيت بالآلام فحتى هو كينقيدك الميكروبات في المسارن وآخيرا الإمساك يعني من اللي كتكون الكرش قاسحة فهو كيلي كما قلنا ذاك الخروج وكيخليه سهل أنه يدوز عبر يعني ذوك المسارات ديال المسارن باش يخرج في الأخير بسهولة هناك دواعي استعمال أخرى كانت كتستعمل يعني قديما وما زالك يستعملها يعني بعض الناس حاليا منها أنه كيساهم في الحماية من التسمم بالأدوية خصوصا في القاعدة المستعجلات يعني في حالة الطوارئ من اللي كيشرب الواحد شدواء بجرعات عالية يعني كتكون خاطرة عليه فكيعطيوه الفحم النباتي باش يعني امتصله ذاك الجرعة الزائدة من الدواء اللي كينا في المسارن وما زال في المعدة دياله مثلا قبل ما تدخليه الدم والكبداء والأعضاء وتقاديهم فكيمتصل ذاك السموم ومن هاد الأدوية يعني ماشي كل الأدوية غادي يساهم في التقليل من التسمم بها ولكن كان بعض النوع من الأدوية فقط بحال واحد الدوايات ديالتانسيو يلاخد الواحد يعني جرعات عالية من ذاك الدوايات منها واحد النوع اسمتو فيراباميل او لا ديلتيازين وكذلك حتى الدوا ديال كولشيسين اللي كيت تعطى مثلا في الحالات ديال نقروس لاغوت ولا واحد المضاد ديال الالتهاب ستيرويدي اسمتو ميتوتريكسات واحتى مضادات الالتهاب بمختلف أنواعها تقريبا وكذلك بعض الأدوية بحال تيغريطول وكلوروكين ديال المالاريا هادو كاملين يعني من بين الأدوية اللي ممكن أن هاد الفحم النباتي اللي كينف أو كاربون يخفف من التسمم بها يعني حتى الواحد مثلا إلا كان في الدار وحس براسه يعني يشرب جرعات عالية من شدوة يعني يأي مبلا ما يعراف ولا كيكون واحد محاولة انتحار لا قدر الله فممكن أن الأشخاص اللي معاه يعني يعتقوه أنهم يعطوه الفحم النباتي باش يخفف له ذاك التسمم على ما يوصل مثلا عند المستعجلات وعند الأطباء باش يعرفوا كيفاش يتصرفوا معاه لإنقاذ الحياة كذلك كين واحد الداعي آخر وهو امتصاص كما قلنا بعض السموم من المصران ولكن هنا عاوثيني كين بعض السموم أخرى كتأثر على الكلاوي بحال مادة اليوريا وهي واحد المادة ناتجة عن امتصاص أو هضم البروتينات فهي لاكترت بزاف يعني في الصحة كتزيد تمرد الناس في الكلاوي ديالهم خصوصا اللي أصلا مرادين بالكلاوي أو اللي عندهم فاشا الكلاوي فالخبراء يعني قديما وحتى حديثا كيعطيوا الفحم النباتي لتقليل يعني دوك تركيزات ديال اليوريا باش كيرتاح الشخص المصاب في الكلاوي دياله يعني حتى الفحم النباتي كيعاونهم أنه يزيد ينقي لهم السموم ويخفف لهم من العب ديال الخدمة ديالهم أما بالنسبة الأدوية اللي ما يقدرش ينقيها للفحم النباتي هي مثلا الليتيوم كذلك الحديد الأقرص ديال الحديد مثلا اللي كي شربوا الدوة ديال فقر الدم وحتى الأشياء اللي كتكون يعني حمضية بزاف أو لا قاعدية بزاف مثلا جافيل اللي شرب جافيل يعني ما ينفعش فيه الفحم النباتي باش ينقي له هدوك تسممات اللي فمصارنو أيضا هناك يعني دراسات كتبت أنه يعني عنده واحد الفعالية في تخفيض الكوليستيرول والأحماض المرارية يعني ما كيبقاش داك الكوليستيرول طالع بزاف الصحة فانطلاقا من المصران ومن دوك الأحماض المرارية اللي من بعد غادي تمتص وتعاود صنع لنا الكوليستيرول كيمتصهم مع الخروج مع البوراز وكيخرجوا يعني ما كيبقاش في الصحة وهكذا كيقلال تركيز ديال هاد المواد وكذلك تقليل الحمض اليوريك في الجسم يعني ما كيبقاش داك الحمض اليوريك طالع بزاف في الأمعاء ديال الشخص وهكذا كيينقص من الحدة ومن الأعراض ديال المرض النقرص يعني حتى الناس لمراضين بلاقوت كيرتاحوا شو يملي كيينقص لهم داك حمض اليوريك من الجسم ديالهم وأخيرا هناك واحد الداعي وهو التنقية فلترة الماء يعني هادو كانوا كيستعملوها في مراكز معالجات المخلفات وما زال كيستعملوها يعني في بعض المحطات ديال معالجات المياه مثلا فكيديروا هاد الفحم النباتي بواحد كمية كبيرة جدا وكينق الماء حتى هو فيه كما قلنا المسام الصغيرة جدا واحد تقابي صغيرة بزاف في ديال الجزيئة ديال الفحم النباتي فأي سموم وأي مواد يعني شائبة كتلصق في دوك في دوك التقابي وكتدخل وكتولي محتجزة بحال واحد الكورة فيها تقابي صغار واللي يدخل داخل كيحصل يعني ما كيقدرش يعاود يخرج فهكذا كيعمل الفحم النباتي في تنقية السموم من الجسم وكذلك ينقل المياه وحتى بعض الناس يعني كيستعملوا عبر العالم لتنقية يعني المياه مثلا ديال الماء ديال الروبيني واللملي كيكونوا شاكين بأنه راه دار ولا في شي مواد ما صلحاش كينقوهو كيديروهم عذيك الفلترة ديال الماء بالنسبة الموانع الاستعمال شكولي مخصوش يستعمل أبدا هاد الدواء أو كاربون هم الدراري اللي قل من 12 عام والناس اللي مرادين بالقرحة يعني القرحة ديال المعدة والمصارن في الجهاز الهضمي عموما وكذلك اللي عندهم المصارنة الزايدة فمخصوش ياخدوا أو كاربون وحتى اللي عندهم يعني واحد المشكل ديال انسداد الأمعاء أو لا التواء الأمعاء فمخصوش حتى هم ياخدوا أو كاربون تحذيرات الاستعمال مخصوش يتستعمل لأكتر من 14 يوم تقريبا يعني أسبوعين فممكن تاخدوا يعني لعد لبضعة أيام أسبوع حتى الأسبوعين ولكن ما تفوتش أسبوعين إلا بالموافقة ديال الطبيب وبالوصفة دياله بالرغم أنه ما عندوش يعني آثار جانبية بزاف ولكن من الأفضل ما يكترش الواحد منه حتى يستاشر معه الطبيب اللي كي يتعالج معه ثانيا وهو أنه مخصوش يتخلط مع الماكلة ولا الأدوية خصوصا الدوايات يعني كيكونوا ضروريين وخصوش الواحد ياخدهم في اليوم دياله ما شبح الماكلة إلا ما كليتيش مزيان في الصباح تقدر تاكل في الغداء ولا في الليل فهدو بجوج مخصوش يتخد معهم أو كاربون الأدوية علاش حي تقدر يمتصدوك المواد الفعالة ديالهم يعني ما بقاش حتش فعالية ما بقاش الدور دياله في الجسم دياله بحل ما شربتيش وثانيا الأغذية حيث بما أنه كيمتصص سموم فكذلك قادر على امتصاص يعني حتى الفيتامينات والمعادن ودوك العناصر اللي كيكونوا في الماكلة ديالنا بحل الحديد بحل الفيتامينات يعني أي حاجة كليتيها وشربتي معها أو كاربون ممكن يعني ياخد لك دوك المعادن ويخليك يعني كتفتقر لهم وما كتستفدش من الماكلة مزيان ممكن أنه يدير يعني إسهال إلى فاتل واحد الجرعة يعني كين واحد الجرعة محددة إلى التزمتي بها فما كيكونوش أعراض جانبية قريبا أبدا ولكن من اللي كتفت يعني ديك الجرعة وكتاخد منه بزاف فدك الدور دياله ديال التنقية وديال إخراج السموم غديخلي أن المسارن تخرج ديك السموم بزاف عن طريق الإسهال فغديوقع لك إسهال يعني مشي شي حاجة خاطرة ولكن الواحد كيعرف من اللي كيجي إسهال أنه تجاوز الجرعة يعني غديتنقص الجرعة من دك شي اللي كنتي كتاخد بالنسبة للجرعة من حباح تل جوج حبات ديال أو كاربون في المرة الواحدة وممكن تاخده في الصباح وفي الظهور وفي الليل يعني ثلاثة مرات في اليوم أنا شخصيا يعني بحكم هاد القضية ديال الامتصاص الأغذية والأدوية كيكون واحد كياخد شي أدوية كثيرة وكيأكل يعني طوال اليوم يعني في الفطور والغداء والأشاء وهكذا فتجنبا هاد الامتصاص ديال الأدوية والمعادن والفيتامينات المهمة لجسم ديالنا تقريبا أنا دي مكان نعطيه يعني قبل النوم يعني باش لواحد كيكون سالة الأدوية دياله وسالة المكلة دياله يعني كيكون واحد الفارق زماني بين آخر وجبة ولا آخر دواء تقريبا ساعتين فمليكي يجي نعس غدي ياخد حبة ولا جوج حبات ديال أو كاربون على حسب الجرعة وعلى حسب الشخص والمرض دياله وكي نعس يعني باش كيبقى خدام لي في المصارن الليل كامل وهو نعس منها ما كيمتصليش يعني أي دواء ولا أي مكلة صافي كانت مشيت نعس ما كين حتى شي حاجة اللي غد تاخدها فهدي أفضل يعني الطريقة كان نصح بها للمرضى آآ بالنسبة للآثار الجانبية تقريبا ما كينش آثار جانبية بززاف من غير كيما قلنا الإسهال إلى إلفات الواحد الجرعة وكذلك اختلال التوازن الإلكتروليتي فكين واحد المعادن والفيتامينات بحد ذلك مثلا البوتاسيوم فمليكي ياخد الواحد الأو كاربون يا إما مدة طويلة بزاف ولا جرعة كيزيد فيها بزاف ممكن أن دك التوازن الإلكتروليتي يعني دك المعادن والفيتامينات اللي عنده في الجسم دياله ما يكونوش متوازنين وكيكون واحد الخلل فهذا هو تقريبا الأطار الجانبي الوحيد وآخر تحذير وهو أن هذا الأو كاربون أو لا أي دواء فيها الفحم النباتي دوك الكينات الكوحل فمشي هو ذاك الفحم اللي كان ديروه في الشوى يعني ذاك الفاخر فالواحد يعني ما يوقع لش هذا الخلط هذا ويمشي يشبه الفحم النباتي ديال الأدوية بالفحم ديال داك الشوى اللي كان شويو به ويمشي يبقى يستعملو ولا يبقى يشربو ولا يظنن منه أنهم راح بحل بحل هو راه الله يعني كين اختلاف كبير والآخر راه سام يعني كي يشد الغاز الثاني أكسيد الكاربون يقدير يدرك في الصحة ديالك بينما هذا اللي يعني ما عمره غيكون سام بالنسبة إليك بالعكس هو اللي كيزيد ينقي السموم ومليك يحتاج دوك السموم ما غيخليه مش يدخله الصحة فكي بقا ديما في المصران وكي خرج معه البوراز يعني حتى الامتصاص دياله في الجسم ديالك ما ما كيوقعش يعني ما يدخلكش الكلاوي ديالك ما غيخليش الكبدة ما غييمشيش للقلب باش يضروه كي بقا غير في المصران وكيمتصدوك السموم وكي خرج يعني معه الخروج بالنسبة للثمان العلبة ديال 30 حبا تقريبا كالدير 32 درهم كانوا هذو معلومات مختصرة على دواء كاربون انتمنى ان شاء الله تكونوا ستافتو وانتلقوا في فيديو اخر ودواء اخر منا الف سلام ونحن في المقر الرئيسي لشركة بيور عكوا في مدينة سانتا آنا ولاية كاليفورنيا الامريكية نحن الان في صدد التجهيزات النهائية لتجهيز شحنة من الفلاتر الكربونية او ما يسمى بالفحم النصط والتي ستغادر غدا الى المملكة العربية السعودية تحتوي هذه المحطة على 6 اعمدة او 6 خزانات من الكربون النصط او الفحم الفعال والغرض منه ازالة الطعم والرائحة واللون والكلورين مصدر المياه هي مياه البلدية والتي تحتوي على الكلورين بنسبة 1 الى 1.5 ميلي جرام بير ليتر